الموقف المصري اللي مش هوصفه بأنه الموقف الداعم ولكن هو الموقف المساند الداعم المركزي لأجل القضية المركزية بتاعتنا على وياسراع العربي الصيوني في المنطقة وبالتالي يظل الشعب الفلسطيني والأراضي الفلسطينية في القلب من الاهتمام المصري إلا أنه مصر كمان عندها موقف شديد الوضوح من سيناريو النزوح وإعادة التوطين وده شيء مهم جدا ليه حتى لا تتم تصفية القضية بأي شكل من الإشكال أو بأي حال طيب تطورات المواجهة على الأرض في غزة وإحنا قاعدينه وبنتكلم وأيضا خيارات الاحتلال في مسألة هل يستطيع الاحتلال اقتحام غزة والقضاء على المقاومة الفلسطينية تم مستقبل العملية دي خلونا نرحب معنا بضفتنا العزيزة داخل الستوديو الأميرة راشا يسري المتخصصة في الشؤون الإسرائيلية أهلا بك أهلا بك إزاي الصح طيب هبدأ يمكن الأول بتطورات الأوضاع وإحنا لسه بنتكلم أهو والخيارات بتاعة الاحتلال الإسرائيلي في مسألة اقتحام غزة ثم نذهب لمسألة سيناريوهات النزوح اللي بيحاول العدو الدفع بها يعني في الوقت الحالي إسرائيل في ضغط شعبي كبير عالمي دولي بأنه المواطنين العزل يعني أنت حتدخل تعمل اكتياح بري هم بالهم من يومين تقريبا بينوهوا أنه العملية سيتم تصعدها من القصف قصف القطاع غزة بالكامل إلى أنه يبتدي مهد الطريق للاكتياح البري اكتياح البري في المجلس الأمني المصغر بعد انضمام طبعا وتوحيد الصف داخل إسرائيل كان عنده فيه ناس فيه اتنين رماتكال يعني هيئة دفاع فالتنين هيئة أركان فالتنين ليهم تحفظات أو زي ما تقول أنه الأفكار بتتضارب حد شايف أن ده مش وقت مناسب لا حد شايف أن ده الوقت المناسب للاكتياح البري فقالوا أنه فيه مشاكل لم يتم الاتفاق عليها بشأن كامل داخل المجلس الأمني المصغر اللي أنشأته حكومة نتنياهو ولذلك قالوا خلاص يعني أنه ربما يبقى فيه حاجة ما تسمى بالمنورات البرية لتسبق عملية الاكتياح السيناريو ده اللي كان من حوالي يوم أو حاجة كان ممكن قابل للتنفيذ الأيام دي أو النهاردة أو بكرة أو مبارح لكن مع ضغط الشعبي الكبير داخل إسرائيل من الأولاد أو أسر الأولاد اللي اتخطفوا أو الأسرة اللي في دين حماس الحقيقة الشارع النهاردة ضغط بشدة كبيرة جدا مظاهرات عارمة داخل تل أبيب وتاخل المدن الإسرائيلية التلفزيون الإسرائيلي لم يعد متابعا لمجلس الوسيري المصغر قال إيه أو المجلس الأمني المصغر إلا أنه عمال يستطيف أهالي الأسرة لدى حركة حماس اللي هم شايفين أن الجيش أخفق إخفاق كبير جدا 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 وهم يعني من أول تلات أيام الإخفاق ده الناس ما بقيتش مصدقة أين أنتم يعني مع كل المشاهد اللي حضرتك شفتها القدرة العسكرية الإسرائيلية اللي العالم كله بيسمع عنها وقفت يعني لا تستطيع أن تقول يعني أنا هنا فالشعب الإسرائيلي يشعر أنه تلقى صدمة كبيرة جدا من الحكومة الحقيقة كانوا جايبين مبارح لنتنياهو في تلفزيون القناة الثانية الاثناشر الإسرائيلية كانوا جايبين له جزء مقطع لي من أيام الانتخابات وهو بيقول أن هذه البلد لن يكون أحدا قادرا على مواجهتها عسكريا فلك أن تتخيل أن الشارع ضغط الدقي في محاولة لإعادة أن يكون إعادة الأسرة على رأس أولويات الحكومة هم مشطلبين أكتر من كده لأنهم يشعرون أن هذا ليس على رأس أولويات الحكومة الأولويات هو الاكتياح البرية العملية العسكرية القيام بمزيد من العنف يعني أنا عايزة أقولك أن حتى المرسلين العسكريين بيعترفوا صراحة بأن هذه المرة الأولى التي نشعر فيها أن هناك قوة قوة غاشمة قالها مرتين المرسل غاشمة ومبررة يعني هو شايف أن هناك تبريرا أنه ينتهج هذا النهج ويدك غزة زي ما إحنا شفنا لمشاهد العدواني مفترض أنه كنا نبقى أمام سيناريو تحرير الأسرة من وجهة نظرهم لكن عمليا أنه العملية بدل ما تتجه إلى مسألة تحرير أسراهم إلى الانتقام وإثبات واستعراض القوة الغاشمة سواء إذا كان أمام المقومة فلسطينية من جهة العرب من جهة بل وأمام العالم وكأنها انتقام لأجل استعادة شكل أو صورة الكرامة طيب هنا بقى هسأل سؤال زمان نتذكر جميعا مسألة جلعات شليط اللي تفاوضنا عليه مقابل ألف سجين ومعتقل فلسطيني فما بالنا على حسب أرقامهم ب120 أسير هل الرأي العام الإسرائيلي مستعد لضربات عسكرية غاشمة تجاه القطاع علما بأن الأسرة موجودين في القطاع هل تستطيع الحكومة المصغرة ومجلس الدفاع وهل يستطيع النتنياهو أنه يغلب هذه النزعة الانتقامية وفي نفس الوقت يتناسى تماما أن هناك رأي عام ضغط وبشدة هم خايفين من كده عشان كده نزلوا وتظهروا لأن هم يشعروا أن الحكومة الإسرائيلية لا تلتفت إلى مش على رأس أولوياتها يعني هي بتنتقم وفيه ناس بتموت يعني فيه أخبار بيتنقلوها عبر السوشيال ميديا وعبر وسائل الإعلام المختلفة أن هناك أسرة إطالهم القصف الإسرائيلي فإذا كل واحد من المئة وعشرين دول يظن أن ابنه هو أو بنته هو فده عنصر ضغط أكبر أنه أنت بقى لك أسبوع ما فيش أي مظاهر أنه أي حاجة ترجع أو أن هم يستعيدوا الأسرة اللي تم أسرهم نهيك على أن فيه دور داعم أكبر من كل ده الدور الأمريكي الدور الأمريكي دور داعم جدا لإسرائيل سواء بالقوة العسكرية اللي هي يعني كريدت يعني مفتوحة على شيك يعني شيك بيقوله عليه شيك شيك على بياض آه شيك على بياض يعني قوة ملهاش مثيل ونهيك على أنه دور كمان الرئيس بايدن نفسه يعني في أحد القنوات الأمريكية الرئيس بايدن كان بيجري حوار قاله أنت كنت حريصي أنك تقعد مع أهالي الأسرة بنفسك يعني وهذا أكبر رئيس دولة في العالم قالوا أنا كنت لازم أطمنهم وهديهم إن أمريكا ده على رأس أولوياتها فبغض النظر عن المشهد اللي بحكولك ده إنه فيه دعم أمريكي كبير جدا طيب إحنا بنتساءل كعرب يعني الفلسطينيين اللي كانوا بيموتوا العزل اللي هم لا ينتموا إلى أي حركة داخل فلسطين اللي بيموتوا في كل عملية عسكرية كانت بتحصل اللي هم يقدروا بعشرات الألاف أين العالم؟ أين العالم الحر؟ أين هو؟ يعني أنت النهاردة بتلتفت إلى أن أمن إسرائيل مهدد وتم تهديده وعبر السنوات يعني مصر لها دور الحقيقة كبير جدا في منجدة العالم حول القضية الفلسطينية والصراع العرب الإسرائيلي يعني أنه عشرات السنوات بتحاول أن أنت توقز العالم من نومه أنه لزالت هذه المنطقة مشتعلة ولزالت هذه الدولة بلا حدود ولا دولة يعني دولة محتلة الآن كل إمكانياتها في يد دولة أخرى الماء والكهرباء والمال وتحويل كل حاجة فأين هو العالم من هذا المشهد مقارنة بالمشهد اللي فيه أطفال أو فيه أسرة موجودين في يد جانب آخر